السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون اختبار منتصف الفصل التاسع للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث فصل الزوايا والمضلعات نبدأ بحل تمارين هذا الاختبار السؤال الأول قدر قياس الزاوية سين في الشكل المجاور التقدير طبعا قياسها أقل من التسعين درجة ممكن يكون خمسة وسبعين درجة إلى ثمانين درجة السؤال الثاني أي زاوية مما يأتي قياسها بين الخمسة وأربعين والتسعين درجة هل هي ألف أو باء أو جيم أو دال؟ طبعا لا يكون قياسها بين الخمسة وأربعين يعني أكبر من الخمسة وأربعين وأقل من كم من التسعين هي تقريبا تكون دال هي دال لأن باء أو جيم هذه قياسها ممكن يكون أربعين فهي مستبعدة فهذه ممكن تكون ستين الستين عدد يقع بين الخمسة وأربعين والتسعين بينما باء أو جيم زاويتان منفرجتان أكبر من كم من تسعين استعمل المنقلة والمسترى لرسم الزوايا التي لها القياسات الآتية طبعا هنا رح نرسم رسم توضيحي فقط الرسم الأول خمسة وأثلاثين بهذا الشكل مئة وعشرة تقريبا المئة وعشرة بهذا الشكل الثمانين أقل من التسعين بهذا الشكل هذه هي ثمانين هذه هي عبارة عن زوايا توضيحية لعدم وجود المصطرة والمنقلة صنف كل من أزواج الزوايا الآتية إلى متتامتين أو متكاملتين أو غير ذلك سؤال ستة نقوم أولا بالجم ثمانية وأربعين زائد اثنين وأربعين ثمانية زائد اثنين عشرة صفر واحد باليد واحد زائد أربعة زائد أربعة يساوي تسعة إذن المجموع تسعين فهما نقول عنهم زاويتان متتامتان ستة وسبعين زائد مئة وخمسة ستة زائد خمسة حداعش واحد باليد واحد زائد سبعة زائد صفر ثمانية الواحد نزلة مئة وواحد ثمانين ما في عندي أنا مئة وواحد عندي مئة وثمانين متكاملتان والتسعين متتامتان إذن هذه راح يكون غير ذلك غير ماذا؟ نقول له غير ذلك هذا بالنسبة للمجموعة الأولى من حل التمارين ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية والأخيرة اختيار من متعدد إذا كانت ألف وباء متكاملتين يعني مجموحهم كم؟ مئة وثمانين درجة وكان قياس الزاوية ألف وواحد وأربعين فما قياس الزاوية باء؟ نقول له مئة وثمانين ناقص واحد وأربعين صفر ناقص واحد لا يمكن نستلف من الثمانية تصير سبعة الصفر تصير عشرة عشرة ناقص واحد تسعة سبعة ناقص أربعة ثلاثة وننزل واحد مئة وتسعة وثلاثين درجة إذن الإجابة هي جيم أوجد قياس الزاوية سين في الشكل المجاور أولا الزاوية سين مع الزاوية تسعين زاويتان متقابلتان بالرأس الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان ولهما القياس نفسه إذن قل قياس الزاوية سين يساوي تسعين درجة ننتقل للمجموعة التالية صنف كل من المثلثات الآتية إلى حاد الزواية أو قائم الزاوية أو منفرج الزاوية أولا عندي هذه الزاوية 22 هي زاوية حادة 37 حادة 121 أكبر من التسعين زاوية منفرجة إذن هذا صنفة منفرج مثلث منفرج الزاوية سؤال 11 المثلث التالي به زاوية قائمة مجرد أشوف التسعين يعني هذا مثلث قائم الزاوية لا يمكن أن يكون غير ذلك إذن سؤال 11 بوجود هذه القيمة تسعين يكون مثلث قائم الزاوية السؤال الثاني عشر والأخير عندي طبعا في هذا السؤال أوجد قيمة سين في الشكل أدنى عندي هذه القيمة 14 وعند 136 كم تساوي الزاوية سين بناء على مجموع زوايا المثلث الداخلية مجموع زوايا أي مثلث باختلاف أنواع المثلثات متطابق الضلعين مختلف الأضلاء حاد الزاوية منفرج الزاوية قائم الزاوية متطابق الضلعين أي كان لابد أن يكون مجموع الزاوية الداخلية 180 درجة في البداية سيعطيني زاويتان معلومتان هذه الزاوية مع هذه الزاوية وأنا أجيب الزاوية الثالثة كيف نجمع الزاوية الزاوية المعلومة أقول لها 136 136 زائد 14 من وين جبناها من الرسم هذه هي 14 وهنا عندي 136 نقوم بالجمع 6 زائد 4 6 زائد 4 يساوي 10 0 1 باليد 1 زائد 3 4 زائد 1 يساوي 5 ننزل الواحد إذن مجموع الزاوية 250 فنقول قياس الزاوية سين كم يساوي نقول يساوي 180 ناقص 150 درجة يساوي 30 درجة إذن قياس الزاوية سين في هذا الشكل يساوي 180 ناقص 150 يساوي 30 درجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر